بجدد الترحيب بحضراتكو في البيت الكبير فقرتنا الحوارية الأولى فقرة مهمة جداً فقرة مميزة دايماً مع الدكتور أحمد سابت هنتعرف فيها على فيتا كلاب أولاً هنتعرف فيها أولاً على المدير الفني في فيتا كلاب خلال تصرحاته مدى تأثيرها على أجواء المباراة هنتعرف كمان على مقارن مابين ومابين مسلماني هنتعرف كمان على أداء فيتا كلاب خاصةً وبيلعب على أرضه إيه المشاكل الفنية إيه اللي ممكن إن شاء الله النادي الأهلي يعمله بكرة لإن شاء الله للفوز بهذه المباراة من خلال طبعاً محلل أداء الرائع الدكتور أحمد سابت أحمد بن رحب بيك أهلاً بيك ورحب بحضاء كابتن هاني ودائماً متألق وبالتوفيق كده للنادي الأهلي بنتا دائماً بتنورنا في البيت الكبير وبتدينا تحليل أكثر من رائع وإن شاء الله كلنا منتظرين مباراة صعبة بكرة نتكلم قبل أن نخش في الأرقام والمقارنات نتكلم على التحديات أو التحديات الكثيرة اللي بيواجهها فريقنا بكرة إن شاء الله من خلال المباراة أعتقل مباراة مصيرية في تحديد إن شاء الله مشوار النادي الأهلي الأفريقية شايف المباراة زي من خلال الأجواء من خلال التصريحات من خلال التحديات الكثيرة اللي بيوح تمر على فريقنا بكرة إن شاء الله أنا شايفها أصعب مباراة للنادي الأهلي هذا الموصي مباراة بكرة يعني أصعب مباراة أصعب مباراة مصيرية مباراة مهمة جداً الخسارة فيها غير مسموحة يعني ما ينفعش بكرة يعني لقدر الله الهزيمة حتى لو ما كسبناش لقدر الله يعني ما نخصارش بشوفها زي مباراة الهلال هناك سنة اللي فاتت لما كانت في السودان كانت برضو مباراة مصيرية هي اللي كانت طريقنا للبطولة صحيح مباراة السودان دي يعني دايماً البطولة دي تملي بنقول إن هي بتأخذ على مراحل مرحلة ما قبل دور المجموعات بعد كده مرحلة دور المجموعات ممكن يكون أدائك في دور المجموعات على فكرة لأننادي الأهلي قاعد طول عمره في دور المجموعات أو أغلب المباراة ما بيتصدي يعني ايه ما بيحصلش مثلاً على النقاط الكاملة بياخد مثلاً 12 13 مش شرط مش شرط إن البطل يبقى هو متصدر واخد 16 أنت الأداء بتاعك بيتحسن على مدار البطولة فمباراة بكرة مباراة مهمة جداً 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 وممكن تنقل الفرقة في حتة تانية خالص إن أنت تكسب بقى بره ملعبك في ظل الأجواء اللي يسرع في فترة الظهر وإن أنت تلعب الساعة 2 وإن أنت ترجع تاني تتصدر وتبعد فيتا خالص عن المباراة خاصة برضو إن مباراة سيمبا أنا بشوف إن مباراة سيمبا مع المريخ مش مضمونة لسيمبا يعني مش مضمونة لإن المريخ في المباراة اللي فاتت كان أفضل من سيمبا صحيح ها كانت المباراة يعني على ملعبه ولكن تغيير المدرب كمان المدرب الجديد الإنجليزي اللي جابوه ممكن يدي دوافع جديدة لعبت المريخ خاصة إن أنا بشوف إن سيمبا فريق محظوظ شوية فريق محظوظ أكتر فرقة محظوظة في المجموعة بدأت المجموعة بفوزين غراب جدا سواء على النادي الأهلي أو على طبعا في ظل الأجواء اللي حصلت أو على فيتا كلوب في ملعبه فخدوا ست نقاط في أول المباراتين ففرقة محظوظة قوي خدوا السكة طبعا خدوا السكة وفرقة محظوظة جدا فمباراة الجولة بكرة أعتقد إن هي جولة يعني هتبين كتير جدا دايما الجولة الرابعة دي هي اللي بتبين الفريق مين اللي هيتصدر مين اللي اتنين اللي هيصعدوا فإن شاء الله إن شاء الله يعني لعبة النادي الأهلي بكرة زي ما عودونا كده بإذن الله يكونوا يعني أدها بإذن الله قبل ما نخش برضو في مقارنة ما بين المدير الفني اللي فريق بيتا كلوب شايف تصرحاته إزاي والتحدياته بالنسبة خاصة بعد كمان المباراة هنا في القاهرة وبدأت التصرحات بتبقى التصرحات يعني مستفزة لحد ما أنا أعتقادي هذا الاستبساز وهذه التصرحات إن شاء الله تكون عامل إيجابي النادي الأهلي بيتكلم على عامل الجو بيتكلم على عامل الأرض وهو مصمم وقال إن أنا لأ أنا اللي قررت إن المباراة تتلاقي بالساعة اتنين الظهري هناك بتوقيتهم وإن شاء الله هو بيقول يعني بإذن الله كمان يوم التلات يكون يوم حر وتزيد درجة حرارة عن الاربعين صعب الأمور على النادي الأهلي الحرب النفسية دي شايفها إزاي وناخدها إزاي من شخصيته هل هو متعود على هذه التصرحات قبل المباراة ولا شخصيته إيه بالزمن؟ لا لا هو ما كانتش بعمل هو هو اتعلم من موسيماني هو بدأ هو حافظ موسيماني وعرف موسيماني فهو عارف إن هو بيلعب على الحرب النفسية موسيماني لما كان مع سانداونز كان حريف كده كان حريف حرب نفسية فهو بيلعبه نفس لعبته نفس الكلام برضو هقول لحداك على حاجة فيتا كلوب في المباراة الأولى مع سيمبا كانت في ملعب فيتا كلوب لعبه الساعة كامل الساعة تسعة بالليل تسعة مساء اللي هي تسعة بتوقيت القاهرة تمانية بتوقيت الكونغو تسعة بالليل فمعنى إن هو في المباراة الثانية ييجي يلعب نادي الأهل الساعة تلاتة هو بيلعب نوع من الحرب النفسية لأنه طبعا نتائج نادي الأهل في الفترة الأخيرة أو في السنتين الأخار في التوقيت ده اخر 10 مباراة مش حلوة يعني تقريبا ما كسبناش غير مباراة واحدة في اخر 10 مباراة فهو بيلعب على النقطة دي بيلعب على الحتة دي يعني هو كمان مش متعاود يلعب الظهر على ملعبه لا لا هو بيلعب بس مش كتير مش مش ده المعادل رسمي يعني المباراة الاولى هم مفاريق فيتا بيتكلم على النادي الاهلي مثلا النادي الاهلي اول مباراة لنا قدام المريخ احنا لعبنا الساعة 9 بالليل قدام المريخ السوداني فلما لعبنا فيتا الساعة تسعة بالليل ده المعادل رسمي المتحدد من الكاف واحنا بنلعب كده على طول الساعة تسعة بالليل مش مش مستقصدين فيتا ولا حاجة ولا كلام ده مش عملنا استقصاد هو قال لك لا ده النادي الاهل اللي لعبنا بالليل علشان لعبتنا مش متعودة برضو ده غير فني شوية انه هو انت للعيبة اللي بتتعود تلعب الظهر لو بتلعب الساعة تسعة بالليل ده انت بتاديهم فرص لاني بتبقى الاجواب بالنسبة لهم افضل يعني هو المتش الاول ليهم على ملعبهم كان الساعة تسعة بالليل هو متعامل لعب النادي الاهل في الفترة دي علشان هو عارف ان النادي الاهل اعلى فرقة فنية في افريقيا اعلى فرقة مع سندونز ومع الوداد طبعا في الفترة دي ولكن النادي الاهل ككورة اكتر فرقة عاملة محاولات مثلا في التسعة وعشرين محاولة في الجولة اللي فاتت الجولة التالتة اكتر فرقة بتلعب كورة وحتجريك فانا ايه احول المتش البدني صراع بدني عشان انا ككورة هم اعلميني هو ده فكره الحاجة التانية انه هو بيعمل حرب نفسية بس انا برضو هقول لها داك على حاجة تدي جرع التفاقل شوية النادي الاهلي تحط في الموقف دوت يعني الموقف ده اللي هو بعد تلات جوالات من دور المجموعات كم مرة؟ ست مرات دي المرة سبعة في الست مرات اتأهلنا اربع مرات اتأهلنا اربع مرات ومن الاربع مرات خدنا البطولة مرتين ايه السنين ديت؟ يعني مثلا اول سنة الا اربع مرات اللي احنا سعدنا فيهم الـ 2006 كان معنا في المجموعة السفاقسي والنادي الاهلي وكتوكو شابتك فبايل النادي الاهلي كان برضو كان حصل على اربع نقاط بعد تلات جوالات واخدوا البطولة في الاخر و2013 احنا سعدنا اول كان برضو بعد الجولة التالتة كان عندنا نفس كان معنا ساعتها اورلندو زمالك وليوبار واخدنا البطولة في الاخر فاحنا من ست مرات سعدنا اربعة يعني التاريخ يقول ان احنا موقف صعب لكن التاريخ في صالحنا ودايما خلي بالك برضو احمد ان دايما لغة التاريخ ما بتبقاش هي اللغة الصريحة ولا اللعبة في الشمس ولا الاخر التسعين ديئة هي الفايصة وبالنسبة للتسعين ديئة اللي جاي ان شاء الله عايزين مقارنة كده ما بين شخصيتين مهمين جدا على مستوى الادارة الفنية بين موسي ماني بين ايبنجي المدير الفني لفريق بيتا كلام طبعا المقارنة دي في خلال دورة ابطال افريقيا هذا الموسم من الاتنين لعبه خمس مباريات النادي الاهلي لعب ثلاثة على ملعبه واثنين برا ملعبه فيتا كلوب لعب ثلاثة برا ملعبه واثنين داخل ملعبه النادي الاهلي كسب ثلاثة فيتا كسب اتنين من خمسة اتعادل النادي الاهلي اتعادل مباراة فيتا اتعادل ماتشين النادي الاهلي خسر ماتش وفيتا خسر ماتش دي الاركام برضو فيها ايه نوعا ما يعني متزنة متقربة نيجي بقى لإحراز الأهداف نركز بقى في الرقم اللي جاي ده إحراز الأهداف النادي لأهلي جاب عشر أهداف في خمس مطشاط هم جايبين كم؟ اتناشر يعني هم عندهم معدل أكتر مننا في القول الهجومية اتنين واربعة قدامنا الأرقام على الشاشة اتنين واربعة من عشرة هدف في المباراة الوحدة للمدرب دوت جايبين اتناشر هدف وخلي بالك هم لعبوا مباراة خارج ملعبهم أكتر مننا يعني احنا هم لعبوا ثلاثة برة ملعبهم احنا لعبنا اتنين برة ملعبنا تمام؟ فبالتالي هم عندهم قوة هجومية ده برضو نعلم عليها دايرة كده نيجي لاستيبال الأهداف في رقم هم ضعيف جدا خط دفاعهم يعني هم عندهم قوة هجومية ولكن خط الدفاع ضعيف جدا نستقبله سبع أهداف سبع أهداف والرقم الأهم من ده ولا مباراة شباك نظيفة لفيتا كلوب في البطولة حتى الآن رقم يدعو للتفاقل فيتا كلوب في البطولة دخل فيهم أهداف إذن انت ممكن ان شاء الله بكرة تلعب ان انت تكسب مباراة الواحد سفر ان انت تسجل هدف واحد لانهم ما دخلش في الخمس مباراة فيهم كل المباراة دخل فيهم أهداف بالنسبة للفوس خارج ملعبه النادي الأهلي كسب مطش من اتنين فيتا كسب مباراة من ثلاثة نيجي لتسجيل الأهداف على ملعبه النادي الأهلي سجل تسعة فيتا سجل أربعة تسجيل الأهداف خارج الملعب النادي الأهلي ده رقم قليل بالنسبة لنا نحن جايبين هدف واحد بس برا ملعبنا هم جايبين 8 من 12 هدف مسجلينهم برا ملعبهم يعني فيتا بتلعب برا ملعبها أحسن من جوه على مستقبله لأنهم عندهم سرعات قدام فقدرات تهدفية أعلى استقبال الأهداف داخل الملعب النادي الأهلي 2 وبرى الملعب هدف هم برضو مستقبلين أهداف برا ملعبهم 5 وداخل ملعبهم 2 إذن الأرقام بتقول أن فيتا على المستوى الهجومي قويين جدا على المستوى الدفاعي بيعانوا عندهم مشاكل دفاعية كبيرة جدا عشان كده بشوف أن انت بكرة إن شاء الله المباراة لازم تأسمها ناخد من الأرقام ديت ويمكن لغة الأرقام بتطلع دايما دلائل بتطلع يمكن مخارطة طريق كده ممكن نمشي عليها ومش دايما بتبقى هي ديت الطريق بجانب طبعا النواحة الفنية سيناريو المباراة والظروف لكن دايما لغة الأرقام بتدينا مؤشر إلى حد ما مؤشرات اللي حضرتك قلتها على المستوى الهجومي هم عندهم قوة هجومية لا بقى سبيلة يعني بيحرزوا أهداف يمكن كمان خارج ملعبهم أكتر لكن على المستوى الدفاعي تستقبلت شباكهم عندهم مشاكل دفاعي ثمن أهداف فدي مشكلة إزاي بقى يعني إزاي ناخد من الأرقام دي ونستفيد بكرة بها من خلال المباراة أنا بشوف إن لازم المباراة دي تتقسم أولا أنت بتلعب في ملعب ترتان في درجة حرارة هتعدي التلاتين بتلعب في رتوبة عالية بشوف إن انت لازم أول ربع ساعة أول ربع ساعة تعمل ضغط عليهم لكذا سبب إن انت لازم تقسم الماتش تقسم الماتش إن انت مش هنتغطى عن التسعين دي عشان الحرارة أو الرتوبة فإنت أول ربع ساعة لو جبت فيهم هدف عملت ضغط عالي زي ما تكلمنا قبل كده هم عندهم استردباكين ضعاف جدا في تحضير الهجمة فإنت ما تعمل عليهم ضغط علي هتكبوا أخطاء كتير بتنازل بشخصية النادي الأهلي إن أنا النادي الأهلي مش متأثر باللي حصل أو بالنتيجة المباراة اللي فاتت أنا هنزل على ملعابي عادي كأنني بلعب في ملعابي عادي وحستحوز وحعمل كل حاجة أول خمسة شهر دي وحاول يسجل ويمكن النقطة اللي دي اللي ما عملهاش النادي الأهلي في مباراة سنبا الأولى دي بتفرق كتير جدا الشخصية رحت مننا في أول ربع ساعة فبالناس بأخدوا السكة أخدوا السكة علينا ما تدخلش الفرقة معك في الجيل دي رقم واحد رقم اتنين حاول تسجل لو سجلت خلاص أنت كده الأمور تسهلت حتى لو قدر الله لو رجعه هتبقى واحد واحد خرجت بتاعاته فهم سواء كسبت أو اتعدلت فأنت لازم أول ربع ساعة دي عملية الضغط وبعدين ممكن النص الساحل بقى في الشوت الثاني شوف في الشوت الأول ترجع عادي في وسط ملعبك بقى بحيث أن انت تتوفر المجود البدني وفي حاجة مهمة جدا أننا لازم أمشي قورة لازم اللعبة بكرة في ظل الأجواء دي أسيبه القرهية اللي تمشي أكتر من تحرقات دي حاجة مهمة جدا عشان أوفر المجود البدني ما يبقاش فيه أو التحرقات المطلوبة يعني ما عملش سبرينتي مالوش لازمة لو أنا حتى لو كان رأس حربة حاسس أن أنا بضغط الواحد لا يبقى فيه ضغط جماعي ماش ضغط فردي كل الأمور دي بتتكلم على الجانب البدني إن تتكلم في ظل الحرارة والغطوبة وعامل الأرض إن العامل البدني مهم جدا وخلي بالك العامل البدني ده ممكن جدا توفره لآخر خمس دقيقة في المباراة لأن ممكن جدا هم اللي يجروا أكتر تجريهم أكتر فتيجي آخر خمس دقيقة أو عشر دقيقة في المباراة عامل البدني ده هو اللي ممكن يفرق في نتيجة المباراة عشان كده أقول لحدك لازم تسيم المباراة آه هنبدأ ضغط علي بس أول ربع ساعة بس عشان ما يحصلش برضو نفس المباراة بتاعت سيمبا إن انت جيت ضغاء في الشوت الثاني كان واضح جدا الفرق البدني اللي سيمبا يعني ده خاصة إن هم متعودين على الأجواة دي سواء الفرق الأفريقية إحنا مش متعودين فأنت لو ضغطت أول ربع ساعة بعدين تراجعت وبعدين بداية الشوت الثاني حتى ممكن تضغط في أول ربع ساعة تاني حتى لو لقدر الله مثلا أو يعني النتيجة الشوت الأول خلصت سفر سفر مثلا رغم إن انت ضغطت علي ممكن بداية الشوت الثاني تضغط ضغط علي وتحاول تسجل تاني فاهم؟ فدي دي وجهة نظر يعني من بالأرقام بالأرقام آه مقارنة بقى يعني إحنا دايما بنشوف بعض الفرق وخاصة الأفريقية وده من حتى من خلال الأرقام إنها بيكون عندها جراءة شوية خارج الملعب إن هم بيلعبوا أولا بتبقى الأجواء أفضل الملعب بيكون أفضل النسبة التهديفية بالنسبة لبيتا كلوب خارج ملعبه نسبة كبيرة لكن أداء داخل الملعب يعني من خلال برضو مرأبتك ليهم من خلال تحليلك ليهم وهم بيلعبوا جوة ملعبهم إيه الحاجات اللي ممكن أن نتلحها وتكون إن شاء الله إيجابية لصالح النادي الأهلي بكري هم يعني لو قررنا كده عملنا مقارنة ما بين أرقامهم برى ملعبهم وداخل ملعبهم إحنا بكري هم هيلعبوا على ملعبهم فهنركز أكتر على ملعبهم هم مسجلين على ملعبهم أربع أهداف برى ملعبهم مسجلين تمانية فطبعا الدعف برى ملعبهم بيسجلوا أكتر استيبال الأهداف طبعا هو شباك نظيفة لا هنا ولا هنا يعني ادفعهم دفاع خلينا نتفق أنه أدفع ضعيف يعني في كل المباريات بيستقبل أهداف بيستقبل نيجي لمعدل الاستحواز على ملعبهم بيستحوزوا أكتر بس أنا برضو بشوفه مش الاستحواز اللي هو يعني آه 61% بس بشوفه يعني عشان الأرقام دي مباراة دور الـ 32 كانت سهلة لكن اللي يتفرج على مباراة سيمبا هتلاقي أن سيمبا كان مستحوز أكتر في أغلب الفترات ده متوسط يعني ده متوسط للمباريات بتبقى سهلة فالنسبة بتعلي معدل التمريرات طبعا على ملعبهم أكتر التمريرات الطولية برضو متقربة معدل صناعة الفرص 8 على ملعبهم وبرى ملعبهم 5 نيجي لمعدل التصويب ده مهمة أوي على ملعبهم 20 محاولة منهم 8 صح الرقم الأهم بقى أنهم عاملين 8 محاولات من 20 برى منطقة الجزاء من خارج منطقة الجزاء تزديدات يعتمدوا أكتر على التزديدات والضربات السابتة من حوالين منطقة الجزاء دي نقطة مهمة ولازم بكرا نحاول نقلل الفاولات اللي حاولين منطقة الجزاء لأن بكرا التفاصيل الصغيرة اللي زي ضربات الجزاء هتفرق كتير اللي زي ضربات السابتة أو ضربات الركنية ممكن بكرا المباراة برضو في أول ربع ساعة زي ما قولنا أو الضغط علي في أول ربع ساعة أو في فترة من الفترات تخلصها بدربة سابتة صحيح وخلي بالك كمان الدربات السابتة الدفاعية بالنسبة للندي الأهلي كل ما بتقلل الدربات السابتة أو الفاولات حوالين 18 اولاً بتقلل الخطورة سانياً مش عايزين احتكاك كمان جوه جوه البوكس لخاصة ان الحكم مش حلم يعني الحكم عن فما تديش كمان فرصة انك يكون في احتكاك جوه التمنتاشر بشكل كبير وبالتالي تقليل العدد عدد الدربات الحرة خارج التمنتاشر هتبعدك شوية عن الخطورة بمعنى هو الحكم لي يعني ليه موقف سابق ومش حلو معنا في مبارات النجم استحيلة لما طرد ايمن اشرف اه فدي برضو منحاول ان احنا نقلل الاخطاء حولين منطقة الجزاء وجوه منطقة الجزاء بحيس ان انت ما تسهلوش المهمة لو فيه مثلا حاجة فيها شاك وما فيش فار بكرة يعني اه كمان هنتكلم على موضوع الفار ده كمان وهتكلم على نقطة كمان مهمة جدا التشكيل بالنسبة لبيتا كلاب ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل هل هيكون هيبدأ بنفس التشكيلة اللي بدأ بها هنا في القائرة هل فيه تغييرات مواطن القوة والضعف وفي كل ده نعرفه من طبعا دكتور احمد سابت ولكن بعد الفاصل برحب حضراتكم مرة تانية كنا بنتكلم قبل الفاصل مع الدكتور احمد سابت على التشكيل المتوقع لفريق فيتا كلاب هل سيتم من نفس التشكيل او حسابة التشكيل بالنسبة لبيتا كلاب هيكون فيه تغيير في الافراد في طريقة اللعب ده اللي نعرفه من خلال طبعا حوارنا الممتع مع الدكتور احمد سابت احمد يمكن المدير الفني لبيتا كلاب هنا في القائرة كان متحفز بشكل كبير جدا على الاداء الدفاعي وبهيستغل بعض السرعات بالنسبة للكاونتر اتاك وبصراحة نجح فيه اداء هذه الخطة بشكل كبير جدا هل همتوقع ان نفس التشكيل هتكون موجودة ونفس طريقة اللعب هو طبعا اربعة واحد اربعة واحد بطريقة اللعب اللي اللي لعب بها هنا في القاهرة هل فيه تغيير في الافراد هل فيه تغيير في طريقة اللعب يعني غالبا مش هيحصل تغيير في طريقة اللعب طريقة المفضلة اللي هو هو بيلعب بتلاتة ارتكاز لكن ممكن تغيير في شخصancies او فرد او فردين اللي هو لو استعرضنا التشكيل المتوقعة بكرة ممكن فيفيان اسي الله هو المدافع رقم ستة وعشرين ادي الى يمكن لو استعرضنا التشكيل اوه في حراسة المارمة طبعا سيمون امسولة اللي هو الحارس الكاميروني اللي هو اقدم مباراة هيلة قدامنا الاتنين المساكين عثمان وطارة وفيفيان اسي ده المتوقع يرجع بكرة ليه الانوان جوم بامبو اللي هو رقم تمانية وعشرين ده بدأ قدامنا مساك في مباراة كان بلع مساك وكان ضعيف جدا بساك اه فهيدخل مكانه بقى اللي هو ارتكاس دفاعي الاتنين الظاهرين اللي زولوا الباك الشمال وشاباني الباك اليمين الاتنين دول متعودين ان هم بيتيروا مع تحضير الهجمة التلاتة الارتكاز اللي هي اربعة واحد اربعة واحد التلاتة الارتكاس بتاعهم بامبو وزومانجا رقم اربعة وعشرين واميدي مساسي اللي هو رقم اربعتاشر اللي قلنا قبل كده ان هو ايه اهم العايف في الفرقة وهو اللي بينزل دايما ما بين الاتنين المساكين بيحضر بالقدم اليسرى دايما هو اهم لاعب في الفرقة ديت في تحضير الهجمة الاتنين الاجنحة لبولو وده راح منتخب الكونغو مع وولتر بواليا لبولو ولزولو اللي هو الباك الشمال وبرضو ابيد مايامبا يعني تلاتة في منتخب الكونغو زولو الباك الشمال ولبولو وشاباني تلاتة دول عندهم تلاتة اه يعني عندهم برضو تلاتة في المنتخب الاتنين الاجنحة تولينجي رقم حداشر اللي جاب فينا الهدف الاول اللي هو الشوطة ولبولو اللي هو كان الشهير اوي بالشوطة اللي شالها اللي هي احسن انقاذ للشناوي اللي هو شالها بسرعة رد فعل عالية وما ينبا هو دايما اعتقد ان هو هيلعب في وسط ملعبه دايما سياسة الضغط بالنسباله الضغط في وسط الملعب بحاول ان انا اعتمد على السرعات الموجودة في الاطراف عنده لبولو اللي هو رقم عشرين ده هدف الفرقة خطير جدا اللي هو بيلعب نحية محمد هاني اللي هو مميز بالفينش اكتر اللعب بيروح عالجور دايما بيطع لجوه وبيشوت تولينجي دايما بيلعب على الطرف وبيستغل بيحاول يستغل زي ما انت قلت هو يمكن هو ده اللي احرز الهدف يعني دخل على جوه بيستغل المساحات اللي وورا ايمن اشرف هو الهدف كان فيه نوع من المفاجأة شوية ان ما هو كانش متوقع ان هو يعمل كده فاللعيبة مكانش متوقعة شوية طبعا قبيد مايامبا المهاجم الخطير رقم سبعة يمكن بشوف ابرز تلات لعيبة في الفرقة وابرز اربع لعيبة زي ما قلنا مساسي لعيب مهم جدا تولينجي برضو مهم لبولو ومايامبا طبعا الاجناحة لما بتزيد بيبقى عندهم مشاكل دفاعية كتير وورا زي ما قلنا قبل كده المساحات بكرة مهمة جدا اللي وورا الظاهرين عندهم مشاكل في الكرات العرضية في التمركز في الكرات العرضية ودي شفناها لو استعرضنا الحالات هنجيب المشاكل الدفاعية بس كمان على مستوى الاطراف كمان ياحمد بيقدمه شكل اكتر من رائع يعني بتتكلم على لزوله وبتتكلم على الباك اليمين دي اول حالة دي اول حالة من اللي نازل بناء الهجمة بناء الهجمة عندهم مساسي اللي لازم يتم عملية الضغط لازم لعيب اللي هيلعب بكرة سواء بدأنا مثلا براسين حربة او بدأنا بصنع ألعاب اللعيب التاني اللي هو مع رأس الحربة لازم يضغط على مساسي اللي دايما بيدوروا عليه لان الاتنين المساكين كورتهم مش حلوة لازم اضغط انا على مساسي ما سيبلوش فرصة ان هو يحضر الهجمة زي ما احنا شايفين كل المدفعين بيدوروا عليه الصورة اللي بعدها هنلاقي مساسي راح لايه لعبها لقدام اذا لازم مهم تضغط نحط عينينا بكرة على رقم 14 ده هو اللي بيبني الهجمة وفي الصورة دي برضو خلينا نتكلم بالصورة ان لو تثابت هذي المساحات رقم 14 شايفين فيه مساحة قدامه فحيقدر يطلع الكورة بشكل كويس المطلوب من العيبة النادي الاهلي حتى لو استلم يكون في ضغط وضغط عالي عليه جدا لان بكرة حيبان اكتر خد قدرات مساسي يمكن في المبارات القاهرة هنا ما بانش قوي ليه لان عندوش المساحات دي او هو كورته في بناء الهجمة اكتر حتبان على ملعبهم الصورة اللي بعدها ده طبعا الشكل بتاع 4-1-4-1 ادي ارتكاز ودي الاربعة اللي هم ايه اللي قدامه 4-1-4-1 دايما في الحالة الدفاعية ما بيضغطوش ضغط عالي دي ميزة ان هم هيسوبوا قلبين الدفاع عندنا يحضروا الهجمة وبيسوبوك تحضر الهجمة براحتك الصورة اللي بعدها برضو شكل تاني الـ 4-1-4-1 نفس الشكله زومانجا ومساسي الاثنين الارتكاز والاطراف لبولو وطولنجي الصورة اللي بعدها نفس الشكل 4-1-4-1 اللي بعدها برضو ده برضو الجملة دي كان بلعب عليها على فكرة موسيماني في مباراة القواج موسيماني ذكر الفرقة برضو بشكل كويس جدا ان المساحات الموجودة ان الاطراف عندهم الزاهرين مميزين جدا على المستوى الهجومي ولكن ضعف على المستوى الدفاعي فهنا مثلا لعيب سيمبا كان بيحضر الهجمة بيعمل التمرير الطولية وراء المساحة هما بيعملوش ضغط عالي ورغم كده بيلعبوا تفاع عالي فبيضهر مساحات في ظهرهم دي اللي لازم نستقبلها بكرة المساحات اللي وراء مبعملش ضغط عالي يعني سايب الخاصم يحضر لكن في نفس الوقت خط الظهر طالع لقدام لقدام ففيه مساحات في ظهرهم يعني هنا المساج ده بيلعب الكرة هو تمرير طول في ظهرلا في المساحة اللي وراء ما بين السردباك والباك اه في المساحة الوراء تحديدا لو حدىك تفتكر خود السورة اللي بعدها برضو اهي نفس الشكل نفس الشكل برضو التفكير بتاع سيمبا ان هو حيلعب في المساحة الوراء شباني اللي هو الباكي لبيلين بصوا بقى السورة اللي بعدها بادر بنون عمل ايه? ده تعليمات موسيما الواضحة ان انا حلعب في المساحات اللي وراء ايمن اللي هنا ايمن اشرف لازم يكون متواجد في النقطة دية ان احنا بنتاكم بصراحة ماتش حلو جدا بس ما كناش موفقين يعني الكرة دي ايمن اشرف رح لعبها نكمل الصورة هنلاقيه عملها اوفر اللي هي جات على راس افشة وايه الحارس انقذها اذا مهم جدا ان انت تستغل المساحات لازم بكرة هو طريقتهم ان هو بيعمل لك سنترال بلوك بيقفلك عمك الملعب بتلاتة ارتكاز فانت هتبقى مخنوق في العمك لازم ايه الحل لازم الزاهرين يتقدموا لازم بكرة محمد هاني وايه بس بحساب برضو لازم التقدم يكون بحساب ايمن اشرف دورو مهم بكرة وايه محمد هاني ناحية اليمين الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل اه دي الكرة اللي وصلت لايمن عملها كروس افشة يمكن جاء حطها بس البداية بتاعتها ايه البداية بتاعتها دي تعليمات مسلمان الواضحة عشان اتفرج على مباراة سيمبا سيمبا وفيتان هم عندهم مشكلة في المساحات اللي وراء الزاهرين تمام الصورة اللي بعدها برضو ده خطورة الهدف اللي احنا لسه كنا منتكلم عليه تقول ينجي الجناح اليمين مماز جدا بالتزديدات اه بيخش على جوه هي كانت حالة نوع من السرحان واللعابة ما كانتش متوقع ان اللعاب ده هيخش ويرقص ويعمل كده فيها نوع من المفاجأة الصورة اللي بعدها ده برضو خطور ده اخطر لعاب في الفرقة ونركز معاه لبولو لبولو اللي هو الجناح الشناو بانكاز اكثر من رائع لبولو اللي هو الجناح الشمال اللي هو هداف الفرقة اللي جاية تلات اهداف الصورة اللي برضو ده المساحات الموجودة عندهم في عمق الملعب ازاي بكرة تقدر تستغل المساحات تتكلمنا على ضعف الظاهرين دفاعيا اتكلمنا على ضعف التماركس في الكرات العرضية الحاجة التالتة عمق الدفاع مشكلة واضحة عندهم بواليا من احسن المهاجبين اللي بتتحرك لكن عنده مشكلة في الثقة مشكلة بواليا في الثقة مش في التحرك مهاجم ممتاز في التحركات بيقطع صح جدا افشل عبها له وراح الجون وضع لانفراد ولكن مشكلة واضحة في السردباكين حتى بكرة لما يرجع في فيان اسي المساك التاني عندهم مشاكل دفاعها واضحة تقدر ان انت تستغلها وتقدر ان انت تستغل بكم في اول ربع ساعة لما نشوف ارقام المهاجمين حتبين ازاي نستغل المساحات دي مهم جدا اللي انت بتقول عليه كمان لان انت بتتكلم على يعني وخلي بالك موسيماني اشتغل بشكل اخطر من راعب في المبارة الاولى يعني اتكلم على مستوى الادارة الفنية على مستوى على مستوى قرية الفرق اراها بشكل جيد جدا بس هي كانت عندنا مشكلة ان احنا نترجم 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 الكلام دوت للاهداف طيب اخر حاجة توقعك بقى لتشكلة النادي الاهلي يعني المهم كمان ان احنا نتكلم على النادي الاهلي من احنا خلاص تقريبا اشكل بيتا كلاب اكيد واضح لنا واضح اكيد للجهاز الفني بقيادة موسيماني من رأيك التشكيلة الافضل للمباراة بكرة وانت كمان اتكلمت انك مقسم المباراة او طبيعا انك مقسم سيناريو المباراة على اجزاء نبدأ ازاي ويكون برضو الاوراق الربحة اللي حتفدنا في المباراة خلال السيناريو او خلال اللقاء المباراة ممكن تكون ايه انا بشوف ان محمد شريف بكرة هيكون لي دور مهمة اوي محمد شريف الفنش بتاعه ممتاز يعني احداك بتسأني على التشكيلة اعتقد ان التشكيلة الافضل هتبعى مثلا محمد الشناوي محمد هاني باك يمين ايمن اشرف باك شمال تمام بدر بنون وياسر ابراهيم اتنين مساكين اعتقد ايبقى حمدي فاتحي كارتكاز دفاعي اليو ديونج كارتكاز دفاعي وحمدي فاتحي لان انا محتاج اتنين مش عمر السلائة لان محتاج اتنين بتاعهم عالي تمام حمدي فاتحي عنده الزيادة والمجهود البادني بتاع الاتنين كمان ملعبش مباراة المباراة اللي فاتح نيجي بعد كده افشا اجاي محمد شريف اه ممكن مروان محصل يعني بشوف مروان ومحمد شريف وافشا واجاي اعتقد ان دي تشكيلة برضو اديتك اولا يعني لو استعرضنا ارقام مسلا محمد شريف محمد شريف ارقامه بتأكد ان هو لما بيجي كمهاجم تاني بجنب مروان بيتحرك بشكل كويس جدا يعني بشوف ان التشكيلة انت كده حطيت اجاي حطيت محمد شريف حطيت افشا حطيت مروان بتستغل برضو بتستغل عملت ضغط عالي عالي ان كلهم بيعملوا ضغط عندك بلاي ميكر ممكن يزبط اداء واستغلت الكدرات الموجودة سواء اجاي سواء محمد شريف عملت ضغط عالي كويس جدا ومحمد شريف لما بيتحول كمهاجم تاني بيفرج كتير جدا والله كل التوفيق طبعا لفرقتنا كل ده وجهات نظرنا بنتكلم طبعا موسيماني هو الليل للنظرة الافضل وهو المسؤول عن هذه القيادة الفنية نتمنى ان شاء الله موسيماني يحط التشكيل الافضل لسيناريو المباراة دي لكن اولا واخيرا بنتمنى طبعا التوفيق لفرقة النادي الاهلي التوفيق كان غايب المباراة اللي فاتت ان شاء الله باذن الله مباراة بكرة يكون التوفيق في صلاحنا ونكسب المباراة بالتوفيق باذن الله النادي الاهلي ونعدي باذن الله الجولري ان شاء الله على خير باذن الله بنشكرك شكرا جزيلا دكتور رحمد سابد شكرا جزيلا على تواجدك معنا وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الآلي في مقرار قادمة دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الأولى عندنا فاصل لكن قبل الفاصل عندنا لقاء مهم جدا سافرنا في الكنغو وحمد شعبان ولقاء مهم جدا وحديث من القلب مع كريم أحمد من الكنغو بعد هذا اللقاء نروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل الكابتن ياسر نور كل التحية طبعا لكل مشاهدين وجمهور النادي الآلي في كل مكان خلاص يعني يقدر قول بتفصيلنا ساعات عن مباراة النادي الآلي وفيتا كلاب الكنغولي هنا فيه كنشاسة اتنين ظهرا بتوقيت الكنغو ثلاثة عصرا بتوقيت القيارة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة الكل بيحضر بشكل جيد جدا لكن توفير ربنا لو معنا إن شاء الله في هذه المباراة يقدر النادي الآلي يتخطى هذه المباراة الصعبة جدا في ذل أجواء كثيرة جدا هنتكلم فيها مع طبعا سفرنا أنا طبعا سفير حمد شعبان سفير مصر فيه الكنغو والوجهة المشرفة واللي بيقوم بدور كبير جدا نالية النادي الأهلي سواء 2019 حمد بيقومت بدورك على أكمل وجه و2021 الحقيقة دورك كبير جدا وموجود كبير بحقيق عليه وأكيد كل جمهور النادي اللي بحقيق عليه من خلال الشاشة القناة النادي أشكرك يا كريم وأهلا بكم المرة التانية في كنشاسة وده يعني سعادة غامرة بالنسبة لنا أننا نستخبر النادي الأهلي بقيمته وتاريخه الكبير في كنشاسة ونتمنى إن شاء الله نتكون فترة إقامة سعيدة من بدايتها لنهايتها ونبرك للفريق في النهاية على إن شاء الله على تحقيق الفوز في المباراة أنا عارف طبعا ممكن حقيقة كلمت على الترتيبات والتنسيق من بداية طبعا الرحلة كان عامل إزاي لكن خلاص كلما بنقرب بقى على معادة المباراة بيكون التنسيق أهم وأقوى مع كل الجهات وده اللي حقيقة أكيد بتقوم بيه مع طبعا معاليس أبو الوزير طبعا الرضا الأسبق العامل فيه طبعا بريس مجلس إزارة النادي الأهلي حطنا في الأجواء الأيام الأخيرة دي ماشي إزاي والساعات الأخيرة بيتم التنسيق فيها إزاي والله الأمر لا يتعلق فقط بالساعات الأخيرة في الحياة ودي عادة النادي الأهلي اتصالهم بالسفارة دايما بيبدأ في المناسبات المماثلة من وقت مبكر جدا تواصلت مع الكابتن سيد عدلي أو هما طبعا الخضر المبادرة في الأول والكابتن سيد عبد الحفيز كان فيه كلام في كل جوانب المهمة الفريق حقيقي لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وتكلموا فيها كان فيه ميزة أعتقد المرادة كمان أن نادي فيتا كان بلعب في القاهرة من أيام قليلة فهما انتهزوا الفرصة وتفقوا معهم على الجوانب كثير جدا الجوانب اللي هي يعني لم يتم الاتفاق عليه أو حسمها بشكل كامل تكلموا معنا فيها واكتمعنا بمناسبتها مع مسؤولي نادي فيتا وأعتقد أن هنا الاتفاق عليها خاصة فيما تعلق بمواعيد التدريبات والملعب أن في النهاية الحمد لله حققنا مطالب النادي الأهل كاملة أن التدريبين الوحيدين المتحين للفريق أنهم يتموا على ملعب المباراة في نفس توقيت المباراة خلوا بط جو غير طبيعية الحمد بيمكن في الكنغوت 2019 الجو ما كانش كده والرطوبة ما كانش كده التوقيت اللي أنا بكلم حقا فيه دلوقتي فيه أمطار والجو كويس جدا فبنتمنى إن شاء الله يعني يوم المباراة يكون الجو كده الجو في التوقيت ده هنا يعني بيبقى بالصعوبة دي وبالرطوبة دي يعني الناس عايزة تعرف الجو هنا عامل إزاي حمد بيم الجو هنا أنتوا في اليومين اللي فاتوا شفتوا طبيعة الجو هنا على حققتها الطبيعي أن الفترة دي من السنة الجو حار جدا يعني هي أعلى معدل في درجات الحرارة على مدار السنة هي الفترة دي زي ما قلنا بتتروح في حدوث 35 درجة تقريبا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ولكن هي فترة بتتميز بالتقلبات الشديدة جدا بمعنى أن انبار حضرتنا التدريب هنا وكان جو لا يطاق والعبة عانت منه بشكل كبير جدا يعني كان الله فعونهم النهاردة زي ما انت شايف ندعو الله أن التدريب أن معادل المباراة بكرة يكون في نفس التقلبات اللي احنا شايفينها دي الوقت اللي هي جو معقول درجة حرارة معقولة الرطوبة مش عالي قوي أنه بكرة يبقى ان شاء الله زي النهاردة ويأخذ الفريق المباراة في أجواء تناسب وتظهر قدرات النادي الأهلي اللي احنا كلنا عارفينها ان شاء الله أعتقد الحمد بي أهمية المباراة بترجع الحاجتين طبعا حاجة أولى طبعا هي أكيد فريق فيتا عنده طموحات كبيرة وعنده رغبة كبيرة والنادي الأهلي يمكن خلاص حطينا نفسنا في الموقف ده فعن حل إن شاء الله لكن قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا وشعبيته كبيرة جدا شايفين الاهتمام الإعلامي وشايف التركيز الكبير ده بسبب الحاجتين طولة والله لا نقدر أقوله أن طبعا المباراة مهمة وأعتقد حاسمة بالنسبة للنادي الأهلي وزي ما هي حاسمة بالنسبة للنادي فيتا وأعتقد ده كان الوضع برضه في 2019 فده بيخليها مباراة مهمة في جميع الأحوال ولكن لا أقدر أأكده أن بدون هذا الموقف في المجموعة المباراة كانت هتحظى بنفس الاهتمام وده في الحقيقة مرتبط بتاريخ النادي الأهلي وبقيمته بسمعة النادي الأهلي وبتاريخه في القارة الأفريقية الفريق حامل اللقب فريق تالت العالم في بطولة كاس العالم الأندية من أسابيع قليلة عشان كده ده نعكسه وأكيد حضراتكم شفتوا أن الاهتمام على أعلى مستوى الإعلام لا حديث له في الفترة إلا عن تواجد النادي الأهلي وزي ما قلت في أكتر من مناسبة يعني أنا حاس أن الموضوع لا يتعلق بمجرد مباراة في الكرة بقدر ما يتعلق بحدث كبير بتاعيش الكنغ وزي ما حصل المرة اللي فاتت وجود النادي الأهلي في الكنغ ودايما بيمثل حدث كبير وبيحظى باهتمام غير عادي أكدنا آخر مرة حمد بيه يوم المباراة بيكون فيه اهتمام أمني وتنسيل على مستوى والحقيقة شفنا حضراتك يوم المباراة تحركنا ما استغرقناش وقت كتير مع التأمين نفس الأمر إن شاء الله بنتماني يكون كده أكيد التواصل مستمر وفي هذا الأمر تحديدا حمد بيه يعني إذا كنا عاملين ده في تحركات الفريق أثناء التدريبات فإن شاء الله يكون أكتر من كده وأعلى منه بكتير في يوم المباراة التأمين يعني أنا ما اكتفناش فقط بالحديث مع مسؤولين هادي فيتا اللي احنا تواصلنا مع المسؤولين الأمنين في البلد وإن شاء الله أعلى درجات التأمين تكون متوفر البعث للنادي الأهلي بإذن الله شعبان رسالة لكل لعيبة للنادي الأهلي قبل هذه المباراة بنتماني لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله لكن معلي السفير تقول له كل لعيبة يا قبل هذه المباراة أقول لعيبة حاجة واحدة بس كل الشكر والتأمين طبعا لي معلي السفير طبعا حمد شعبان سفير مصر هنا فيه الكنغ على دوره الكبير والتنسيق الكبير طبعا سواء مع النادي الأهلي وهنا أيضا كمان مع الجانب الكنغولي رب كل المجهود ده يكون مرضوده مع العيبة النادي الأهلي في الملعب ويقدر النادي الأهلي يستطيع أن يحصل على ثلاث نقاط يكونوا مهمين وهيساعدوا النادي الأهلي بشكل كبير جدا في تحقيق هدف الأول بالنسبة لفوز على فيتا كلاب ومنها إن شاء الله التأهل لدور ربع النهائي